وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدنا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجواب الشافي أسعد في هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ بن حنافية العابدين السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك شيخ معنا ورحمة الله ورحمة الله أول أسئلة شيخ من أخ علي يقول أنا مريض بالربو وأضطر لاستعمال البخاخي أثناء الصيام فهل يجوز لذلك أم أنه يعد من المفطيرات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله ونسأل الله تعالى أن يتقبل من المسلمين جميعا طيامهم وقيامهم وأن يجرهم وأن يجعلهم من يصومون إيمانا واحتسابا ويقومون إيمانا واحتسابا أما الجواب عن السؤال فإن هذه المادة التي يستعملها المصابون بالربو أو ضيق التنفس فإن الغرض منها توسعة الشعيبات الرئاوية حتى يتمكن المرء من التنفس بسهولة ويزول عنه الضيق ولذلك فلا يصدق عليها أنها أكل وإن كانت توضع في الحلق وتنزل هذه المادة إلى الحلق لكن الغرض منها هو هذا فهو دواء والظاهر والله أعلم أنه ليس من المفترات ومما يذكر هنا أن بعض أهل العلم ذكر أنه يعفى عن غبار الصانع وهو الذي مثلا يشتغل بالطحن فهذا الذي يدخل إلى حلقه من الغبار الدقيق وكذلك غبار الطرقات فهذا مما نص أهل العلم على أنه يعفى عنه لهذه الضرورة ولعسر التحرز وإذا كان هذا يعفى عنه فهذا أيضا يعني يشاركه في كونه لا بد للمرء منه ولسا هو بأكل لا يصدق عليه أنه أكل لا لغة ولا شرع ولذلك فالظاهر أنه غير مفتر والله أعلم بارك الله فيك شيخ سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة هذه العادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان كله وصلاة التراويح طيلة الشهر بدون انقطاع الحمد لله خير للمرأة أن تترك نفسها على سجيتها فيأتيها الحيض في وقته وإذا جاءها الحيض أفطرت هذه الأيام الستة أو السبعة أو على حسب ما اعتادته أو على حسب الوقت الذي انزلوا فيها الحيض فإذا الطهورت صامت فإذا انقضى رمضان فلتقضي تلك الأيام فخير لها أن تترك نفسها على سجيتها ولا تعمل على إيقاف الحيض حتى تصوم وكذلك فإنها تقوم الليالي التي تكون فيها طاهرة وحسبها هذا ولهذا يعني يستبعد أن يكون نزول الحيض يعني عبثة لهذا هذا فيه حكمة ومصرحة للمرأة فإن بغي أن تترك نفسها على سجيتها وأن لا تستعمل هذه الحبوب التي تمنع نزول الحيض إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك كما هو الشأن في الحج والعمرة بأن خافت أن تذهب عنها الرفقة فهنا يمكنها أن تحتاط لنفسها وأن استعملتك الحبوب بحيث تتمكن من الطواف لكني مع ذلك أقول إنها إن استعملت هذه الحبوب ولم ينزل الحيض فصومها صحيح الله أعلم بارك الله فيك الشيخ السؤال يقول صاحبه سمعت من بعض الشيوخ في إحدى القنوات الفضائية أن الصائم لا يجوز له استعمال السواك بعد الزوال فهل هذا القول مستند؟ الحمد لله مستند هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى وعليه مذهب الشافعي عليه الرحمن وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهم يرون أن استعمال السواك بعد الزوال بعد منتصف النهار مما يزيل هذا الخلوف الشيخ ما نقصد بالخلوف؟ الخلوف هو الرائحة المنبعثة من الماعدة بعد أن تفرغ من الطعام فإذا فرغت الماعدة من الطعام إن بعثت منها رائحة كريهة تدعى الخلوف بضم الخاء فهذا قالوا بأن استعمال السواك يعني يزيل هذا الخلوف المحبب إلى الله تبارك وتعالى ولهذا رأوا بأنه لا ينبغي أن يستاكل المرء حتى يبقى على هذه الصيفة الممدوحة عند الله والصواب والله أعلم أن الاستياك لا يزيل الخلوف الاستياك إنما هو مطهرة للفم مرضاة للرب أما الخلوف هو مصدره المعيدة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أو منع أحدا من الصحابة مع شدة الحاجة إلى ذلك ومع شدة مداومته صلى الله عليه وسلم على الاستياك حتى إنه قال أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني ولذلك فالظاهر أن الاستياك جائز في كل أوقات الصيام وما بني عليه المنع من كونه يزيل هذا الخلوف غير صحيح ثم إن الخلوف هذا أمر لا بد منه وليس معنى ذلك أن الخلوف مطلوب بقاؤه لو مثلا قدر أن هناك شيء يزيل الخلوف فهذا لم يكن ذلك المقصود من الحديث أن لا ينفر الإنسان وأن لا ينقبض من هذه الرائحة التي لا بد منها إذا خلت المعدة من الطعام ولذلك فالاستياك جائز في كل وقت للصائم وإن بغي له أن يستاك باليابس فإن يستاك بالرطب فإن بغي له أن يحتاط حتى إذا تحلل منه شيء فلا يصل إلى المعدة والله أعلم ملك الله أعرف فيك هل يجوز استعمال الإبر يبطل الصيام أو الإبر استعمال الإبر هذا الذي يدخل إلى الجسم من المائعات إن كان المقصود منه الغذاء تغذية الجسم كما هو المعمول به عند المرضى الذين لا يتمكنون من أن يطعموا بصفة عادية هذا معروف فهذا غذاء يدخل إلى الجسم فإن كان المقصود به التغذية وهذا متعارف عليه عند الناس اليوم بحيث أن الشخص لا يأكل من فتحة فمه مدة طويلة ومع ذلك يعيش فهذا إن كان المقصود به التغذية فهذا مفطر وإن كان المقصود به تسكين ألم أو وجاع أو نحو ذلك فهذا غير مفطر على الراجح فهو غير مفطر وما قد يقال من أنه يحدث قوة في الجسم فما كل شيء يحدث قوة في الجسم يعتبر مفطر الإنسان إذا استحمى أحدث هذا له قوة وإذا شمى رائحة وإذا فرحة وإذا نام فلا ينبغي أن يعتمد على هذا فيقال بأنه تحدث عنه قوة فينبغي أن يكون مفطرا فهذا غير مفطرا إن شاء الله الشيخ يقول السائل يسيل الدم من فمه خلال أيام رمضان أشعر به أحيان فأطرحه وفي بعض الأحيان لا أشعر بشيء حتى أرى الريقة متغير بأطر الدم فهل صيام صحيح؟ الحمد لله هذا مما يعسر هذا مما يعسر التحفظ منه ينبغي له أن يعالج نفسه فإذا عالج نفسه فهذا خير ربما يقال إنه إن كان قادر على معالجة نفسه وفرطه فهو يعني غير يعني غير متبع للصواب لكن إن كان هذا هذا شأنه فعاله إذا أحس بشيء أن يلفظ ما في فمه أما معد ذلك فلا يطالب به لأن هذا مما يصعب لإحتراز منه فهو على صومه إن شاء الله إن شاء الله بارك الله وفيك شيخ يقول السائل إذا وصلت قطرات من الماء إلى حلقي أثناء الوضوع فهل يبطل صومي بذلك؟ نعم إذا وصلت قطرات من الماء إلى حلقك عمدا فهذا يفتر قطعا إن وصلت نسيانا فهذا لا يفطر وعلى الراجح من قولي العلماء إذا كنت ناسيا لصومك وأبتلعت شيئا من الماء ناسيا فهذا إن شاء الله لا يبطل صومك بل أنت على صومك حتى وإن أكلت أو شربت ناسيا كما سحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أما إن كان ذلك أثناء وضوئك وأن تعالم بأنك صائم فهذا يفطر فعليك أن تقضي يوما وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة الذي في سنان أبي داود وغيره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة يعني المبالغة في الاستنشاق مرغوب فيها مطلوبة لماذا لأن ذلك مما يعين على تنقية مجاري الأنف فينطق الإنسان صحيحا ويتنظف فمه لكنه إن كان صائما تترك هذه السنة وهذا الأمر المرغوب فيه حفاظا على الصيام ولذلك إذا نزل شيء من الماء إلى حلقك أثناء المضمضة فإنك تقضي مع مراعاة ما ذكرته من التفصيل برك الله فيك شيخ سؤال آخر يقول هل يبقى بين قد يبقى بين الأسنان شيء من أثر الطعام وربما ابتلعه الصائم خذل النهار فهل صومه صحيح أم فاسد الحمد لله لا ينبغي له أن يتعمد ابتلاع هذه البقايا التي بين أسنانه بل ينبغي للمرء أن يتخلل أن يتخلل وأن يتنظف وأن يتسوك وأن يستعمل الفرشات مع السنون يعني في أدبار تسحره قبل أن يطلع الفجر خير له فيفعل ذلك فإذا وجد شيئا بين أسنانه فإن بغي أن يلفظه وأن يرميه لكن بعض أهل العلم كما هو في مدونة مالك بن آس رحمه الله تعالى وفي شراح مختصر خليل نص على أن ما يبقى بين الأسنان من الطعام إن ابتلعه المرء ولو عامدا فإنه غير مفطر وعلّلوا ذلك بأنه قد أكله في وقت جاز له فيه الأكل وهذا التعليل مردود باطل لأنه وإن أكله وإن كان قد أكل في وقت يجوز له فيه الأكل إلا أن هذا الباقي بين الأسنان لم يتجاوز الحلقة في الوقت الجائز بل تجاوزه في غيره الذي أقوله أنه لا ينبغي الإسان يتعمد ذلك لكن إن حصل هذا فهذا لا يصدق عليه أنه طعام فلا ينبغي الإسان يتعمد ذلك فإن تجاوز هذا وحصل هذا يعني غلبة أنحو ذلك فهذا أمر تافي لا يفطر به المرء بارك الله فيك شيخ شيخ نستكمل الأسئلة بعد أفاصل القصير ينزلكم الله أخير مشاهدنا الكرام استراحة قصيرة ثم نعود إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى فطيلة الشيخ نستكمل الأسئلة عدنا سؤال يقول وضعت الأخت الحملة منذ ستة أشهر تقول وأنا الآن أرضع ولدي وأخشى إن صمت رمضان من نقصان الحليب فهل يجوز لي أن أفطر؟ الحمد لله الحال المرضع المرضع إذا خشيت على رضيعها بأن لا تتمكن من تغذيته بلبنها أو يقل لبنها بحيث لا يشبع فإنه يجوز لها أن تفطر يجوز لها أن تفطر وإذا تمكنت من القضاء قبل أن يأتي رمضان المقبل الذي هو وقت التوسع فإنها تقضي وإلا افتدت وأطعمت عن كل يوم مسكينة فالأمر موكول إليها بحسب على التخير شيخة قضية الإفطار أو الصوم القضاء أو الإطعام الذي أختاره أنها تقضي فإن لم يتيسر لها القضاء في الوقت المخير في الوقت الموسع والوقت الموسع هو ما لم يأتي رمضان المقبل فإذا كانت ما زالت ترضع ابنها وهو محتاج إلى لبنها ولم تتمكن من القضاء لهذه العلة فإنها تطعم أما إن فطمة ولدها قبل أن يأتي رمضان واستغنى عن اللبن فالتقضي تلك الأيام التي أفطرتها برك الله فيك شيخ سؤال آخر ما حكم استعمال العطور في نهار رمضان الحمد لله لا بأس بذلك هذا ليس من المفترات هذا ليس من المفترات فيستعمل الإنسان العطور مجرد شم الرائحة ليس من المفترات وإن كان معظم الناس يتحاشون هذا كالفاليس من المفترات بارك الله فيك شيخ سؤال هل استعمال الكحلي في نهار رمضان حرام أم حلال وهل ثبت حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم الحمد لله لم أقف مع محدودية علمي لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم لأنه لفعال لكان هذا حجة في يد من يقولون بأن الكحل غير مفتر بعض أهل العلم يرى بأن كل ما يصل إلى الحلق من الأنف أو من الفام لا خلاف فيه ومن الأنف فيه النص الذي ذكرته قبله وكذلك من العين ومن الأذن وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وهو الدهن الذي بأحثه الداهن الإنسان دهن جلده فوسع الأمر الذي جاء هو أن ما وصل إلى الجوف من الفام ومن الأنف فيه حديث لقيط بن صبر أما الأذن والعين ونحو ذلك فهذا قال به المالكية وبعض أهل العلم الظاهر والله أعلم أن الكحل غير مفترين الذين قالوا أنه مفتر قالوا بأن الإنسان يمكن أن يجد الكحل في حلقه إذا وجده في اليرميه أما أن يقال بأنه مفتر فلا والناس كانوا يكتحلون لأن الكحل زينة الرجال والنساء معا وإن كان في هذا العصر صار العرف عندنا أن الرجال لا يكتحلوا يجب الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كان يكتحل بالإثمد وحظ على الاكتحال في غير ما حديث لم أقف على أنه كان يكتحل ووصائم ولكنه أيضا لم يأتي عنه نهي ما حاجة الناس إلى هذا النهي فالظاهر الله أعلم أن الاكتحال لا بأس به ولا يفطر فاعله ومن تركه للاحتياط فهذا خير الله شكرا على الشيخ برك الله فيك سؤال يقول أعمل مراقبا في مؤسسة عمومية واضطر إلى السفر باستمرار لمعاينة الأشغال فهل الصيام خلال السفر أفضل لي أم الإفطار؟ الحمد لله انظر الذي يناسبك ففعله إن كنت مسافرا فقد أباح الله تبارك وتعالى لك أن تفطر وإن كان مريضا وعلى سفرين فعدة من أيام أخر هذا جاء مرتين جاء في أول آيات الصيام ثم نسخ الله تبارك وتعالى التخيير في الصوم وأوجب على الحاضر غير المسافر القادر أن يصوم وأعيد ذكر هذه الرخصة فالمسافر له أن يفطر وله أن يصوم وهذا هو الذي يترجح فإن ركبته ما شقه فليفطر فهو مخير بين هذا وهذا يشاره أما حديث مثلا ليس من البر الصيام في السفر فهذا لما ركبته ما شقه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يفطروا في بعض غزواته لأن الأمر كان محتاج إلى الإفطار فهذا الشخص مخير فليفطر أو ليصوم بحسب ما يكون أنفع له وإن كان بعض أهل العلم المالكية قالوا بأن الأفضل هو الصيام لماذا قالوا لأنه ليس فيه شغل الذمة الذمة تبرأ فآثروا الصيام بخلاف مثلا القصر وهو عندهم سنة وأكد فقالوا لا القصر مقدم في السفر ولكن الصيام مقدم أيضا لأن في الصيام براءة الذمة والصواب إن شاء الله أنه مخير فيها برك الله فيه شيخ يقول السائل هل الحقنة الشراجية والتحاليل الطبية تفطر الصائم؟ لا هذا ذكرناه من قبل هذه ما قد يفعله المرء في ذكره أو في دبره هذه الحقنات التي تسمى عندنا بالشميعات ونحن ذلك فهذه لا تفطر إن كان إنسان محتاج إليها فعل لأن هذا يصدق عليه أنه أكل لا يصدق عليه أنه أكل وإنما هو تداوين فهذه الحقمة غير مفترة غير مفترة إن شاء الله وأما التحاليل الطبية إذا كان الإنسان يأخذ له دم للتحليل فكذلك غير مفترة الناس اختلفوا في الاحتجام وفي الفصاد أخذ الدم إذا كان الإنسان يعطي الدم لغيره لأن هناك شخصا محتاجا إلى أن يعطى له الدم حتى تنقذ حياته فهذا يعطيه الدم والظاهر الله أعلم أنه إن أعطى كمية معتبرة من الدم فهو محتاج إلى أن يعوض هذا بالأكل فليأكل وليقضي أما مجرد الاحتجام زرد الاحتجام والكمية التي تأخذ في الاحتجام قليلة فهذا إن شاء الله غير مفتر فمن أمن على نفسه أن يغرر بصومه وأن يعرض نفسه للضعف من أمن ذلك فلا بأس بالاحتجام أيضا إن شاء الله برك الله فيك شيخ سؤال آخر يقول إذا استعمل الصائم الدهن في شعره سواء كان طبيعيا كالزيت أو استناعيا كالجال فهل يسد صومه؟ هذا سبق كلامه سبق كلامه فيه أن بعض العلم توسع فقال إن الدهن أيضا يفطر قد يجد الإنسان رائحته فهذا توسع في المفطرات من غير دليل الظاهر أنه لا يفطر برك الله فيك السؤال الأخير معنا في الحلقة وهو قول السائلي إنني أصلي العشاء والتراويح في المسجد وأرغب في صلاة التهجد فهل علي تأخير صلاة الوتر أم أصليه مع الإمام؟ إذا صليت العشاء في المسجد ثم صليت مع إمامك فأوتر معه وإن شاء الله لك قيام ليلا كما جاء عن النبي عليه الصلاة فإذا رجعت إلى دارك فنم فإذا استيقظت فأصلي ركعتين ركعتين الوضوء وآتل القرآن واذكر الله تبارك وتعالى هذا خير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا فهذا أفضل بعض أهل العلم يرى بأن الإنسان إذا أوتر ثم نام وبداله أن يصلي فليصلي ولا يعيد الوتر لكن هذا لا ينبغي أن يكون دائما 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 هذا إن حصل أحيانا ثم بدله أما أن يتر ثم بعد ذلك يأتي فيصلي فلا وأما أنه يترك الوتر فلا داعي لهذا فليتر مع إمامه وله إن شاء الله أجل قيامي ليلة ثم بعد ذلك فلينام وإذا استيقظ وصلى ركعتين وإن صلى أحيانا فلا بأس بذلك إن شاء الله لأن هناك حديثين في القضية في المسألة هذه اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ويترا وحديث لا ويتران في ليلة فإذا صلى بعد ويتره فقد خالف الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ويتر ولسي مع المدونة وإذا أعاد الويترا فقد صلى ويترين ولذلك فليفعل هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا وله أجر صيامنا وقيامنا إنه ولذلك القادر وعليه برك الله فيك شيخ وشزاك الله خيرا مشاهدنا الكرام اتهت حلقة اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة لاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون